ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أروع الأمثلة في الصدق والأمانة فقد لقبته قريش بالصادق الأمين قبل البعثة وكان أهل مكة يأتمنونه على أسرارهم وحوائجهم وأموالهم ولما بعثه الله سبحانه وتعالى وأمره بتبليغ الرسالة صعد عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا ونادى في قريش قائلا أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا الصدق بل حتى أن ألد أعدائه شهد له بالصدق كما حصل عندما قام النظر بن الحارث خطيبا في زعماء قريش وعلى الرغم من عداوة أبي سفيان الشديد له في بداية الدعوة إلا أنه لم يستطع أن يخفي هذه الصفة حيث سأله ذرقل عن صفات الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائلا هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قاد؟ قال أبو سفيان لا فعرفت أي هرقل يقول فعرفت أنه لم يكن ليدعي الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله وقد وصف الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق حيث قال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقد بيّن أهل العلم أن الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والصدق هو القرآن الكريم ومن الجديد بالذكر أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث الأمة من بعده على التحلي بخلق الصدق فقد روي عنه أنه قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ومن أهم الصفات التي عرف بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأمانة فقد كان يلقب في قومه قبل البعثة بالأمين وكان سبب زواجه بأمنا خديجة رضي الله عنها ما بلغها من صفاته الخلقية والخلقية وأهمها الأمانة وقد تجلت هذه الصفة الخلقية العظيمة في كل مراحل حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى في أصعب الظروف وأحلك الأوقات فعندما قرر عليه الصلاة والسلام الخروج من مكة متخفيا في الليل مهاجرا إلى المدينة المنورة أمر علي بن بي طالب رضي الله عنه بالبقاء خلفه في مكة لماذا؟ ليرد الأمانات والودائع التي كانت قريش قد وضعتها عنده على الرغم من عداوتهم له صلى الله عليه وآله وسلم صادق الأمين هو اللقب الذي عرف به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قريش حتى من قبل بعثته فالصدق والأمانة كان مما يميزانه صلى الله عليه وآله وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أحبتي في الله إنما كنتم وطيبتم وطاب ممشاكم وتبوات من الجنة مقعدة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذه حلقة جديدة من حلقات الشمائل المحمدية أحبتي الأكارم وفي حلقة اليوم راح أتناول عن الخلق العظيم للحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وراح تكون هذه الحلقة بعدة محاور وممكن راح تكون بعدة أجزاء راح نتناول فيها بعض الأخلاق التي اتصف بها الحبيب محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فكونوا بالقرب وعيشوا هذه اللحظات معي بارك الله فيكم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير الضراع والابتهال دائم السؤال من الله عز وجل أن يزينه بمحاسن الآداب ومكارم الأخلاق فكان يقول صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي وكان يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق فاستجاب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم فأدبه وأحسن تأديبه وأنزل عليه القرآن وأدبه به فكان صلى الله عليه وآله وسلم خلقه القرآن يقول سعد من هشام دخلت على عائشة رضي الله عنها وعن أبيها سعد بن هشام هو ابن أخيها فسألتها عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت أما تقرأ القرآن قلت بلى قالت كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القرآن وإنما أدبه القرآن بمثل قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقوله تعالى واجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا لما كسرت رباعيته وشجى يوم أحد فجعل الدم يسير على وجهه الشريف وهو يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم فعزا الله تعالى عليه ليس لك من الأمر شيء تأديبا له صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك وأمثال هذه التأديبات في القرآن كثيرة لا حصر لها والرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو المقصود الأول بالتأديب والتهذيب ثم منه يشرق النور على كفة الخلق فإنه صلى الله عليه وآله وسلم أدب بالقرآن وأدب الخلق به ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ثم رغب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في محاسن الأخلاق فقال عليه الصلاة والسلام إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وقال صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يوضع في الميزان حسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الإيمان قال اللهم قوني فقواه بحسن الخلق والسخاء ولما خلق الله الكفر قال اللهم قوني فقواه بالبخل وسوء الخلق انتبه انتبه يا بخيل انتبه يا سيء الخلق من صفات من هذولا انتبه وقال صلى الله عليه وآله وسلم أفقل ما يوضع في الميزان يوم القيامة تقوى الله وحسن الخلق وقال صلى الله عليه وآله وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق إذا ما كل الناس عدها أموال ما كل الناس عدها أموال حتى أنه تنفق منه يمينا وشمالا وبالجهات الأربع لأنه الناس عموال تحب اللي ينفق عليها طيب ما عندك أنت عندك حسن الخلق وعندك بسط الوجه زين؟ أيضا هذه تدخل إلى قلوب الناس من غير استئذام وإن لم يكن لديك ولم تنفق عليهم درهم الواحدة وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال له أوصني قال اتق الله حيثما كنت قال زدني قال اتبع السيئة الحسنة تمحها قال زدني قال خالق الناس بخلق حسن وقيل يا رسول الله أي المؤمنين أفضل إيمانا؟ قال أحسنهم أخلاقا يعني كل الناس تصلي وتزكي وتصوم فمن هو أفضلهم؟ قال أحسنهم أخلاقا وذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة فقال أنها تصوم النهر تقوم الليل لكنها سيئة الخلق تؤذي جيرانها بلسانها فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا خير فيها هي في النار انتبهوا يا من تصلون وتصومون أن نقصد بهذا تصوم النهر صيام التطوع وتقوم الليل قيام هذا التطوع لكنها سيئة الخلق ما شيئش فادتها صلاة وصيامها لما قال لا خير فيها هي في النار تؤذي جيرانها شوفوا الآن بالمجتمعات احنا شلون عن نؤذي جيرانها شلون أخلاقنا إلى متى راح نظل هالشكل الماتقع واتجي الطامة الكبرى ولا تحين من دام وقالت أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت المرأة يكون لها زوجان في الدنيا فتموت ويموتان ويدخلون للجنة لأيهما هي تكون قال صلى الله عليه وآله وسلم لأحسنهما خلقا كان عندها في الدنيا يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة أحسنهم خلق سبحان الله يا أم حبيبة ذهب حسن الخلق بخيري الدنيا والآخرة يقول على ابن بي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما جئ بسمايا طي وقفت جارية في السبي فقالت يا محمد إن رأيت أن تخلي عني ولا تشمت بي قومي وإن أبي كان يحمي الذمار ويفك العاني ويشبع الجائع ويطعم الطعام ويفشي السلام ولم يرد طالب حاجة قط أنا ابنة حاتم الطائي فقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يا جارية هذه صفة المؤمنين حقا لو كان أبوك مسلمى لترحمنا عليه خلوا عنها فإن أباها يحب مكارم الأخلاق وإن الله يحب مكارم الأخلاق فقام أبو برد بن دينار فقال يا رسول الله الله يحب مكارم الأخلاق فقال صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة إلا حسن الخلق لا إله إلا الله وهذه طبعا هذه أحبة في الله كانت هذه مقدمة حتى ندخل الآن إلى أول خلق من أخلاقه العظيمة عليه الصلاة والسلام حبيب بن محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ألا ما هو حلمه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحلم الناس قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما قسمة فقال الرجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فأحمر وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبا ثم قال عليه الصلاة والسلام رحم الله أخي موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر وجاء أعرابي يطلو منه شيئا فأعطاه صلى الله عليه وسلم ثم قال له أحسنت إليك قال الأعراب لا ولا أجملت فغضب لذلك المسلمون وقاموا إليه فأشار إليهم أن كفوا ثم قام ودخل منزله وزاده ثم قال له أحسنت إليك قال نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرة من حلمه صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما تكاثر عليه المشركون في أحد يريدون قتله قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون فأنزل الله تعالى عليه قوله وإنك لعلى خلق عظيم يقول زيد بن سعنى وهو من أحبار اليهود ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلمه فكنت ألطف له إلى أن أخالطه فأعرف حلمه من جهله فقال زيد بن سعنى فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الحجرات ومعه علي بن نبي طالب رضي الله عنه فأتاه رجل بدوي على راحلته فقال يا رسول الله إن بقرب قرية بني فلان قد دخلوا في الإسلام وكنت حدثتهم أن أسلموا أتاهم الرزق رغدا وقد أصابتهم شدة وقحوت من الغيث من المطر فأنا أخشى يا رسول الله أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوا فيه طمعا فإن رأيت أن ترسل إليهم بشيء تعينهم به فعلت فنظر إلى رجل كان إلى جانبه أراه عليا فقال يا رسول الله ما بقي منه شيء قال زيد بن سعنى فدنوت إليه فقلت يا محمد هل لك أن تشتري مني تمرا إلى أجل كذا وكذا فقال لا ولكن إلى أجل كذا وكذا ثم دفه به إلى الرجل يقول زيد بن سعنى فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة رجل من الأنصار ومعه أبو بكر وعمر وعثمانة في نفر من أصحابه فلما صلى على الجنازة دنى من جدار ليجلس أتيته فأخذت بمجامع قميصه وردائه ونظرت إليه بوجه غليظ وقلت له ألا تقضيني يا محمد حقي فوالله ما علمتكم بني عبد المطلب لمطل ولقد كان لي بمخالطتكم علم ونظرت إلى عمر وإذا عيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير ثم رماني ببصره فقال يا عدو الله أتقول لرسول الله ما أسمع وتصنع به ما أرى ثم أمسك سيفه وقال يا رسول الله مرني فأضرب عنقه فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر في سكون وتأدى وتبسب ثم قال يا عمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا أن تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن اتباعه اذهبي يا عمر فأعطي حقه وزده عشرين صاعا من تمر مكان ما رعته يعني خوفته قال زيد فذهب بي عمر فأعطاني حقي وزادني عشرين صاعا من تمر فقلت ما هذه الزيادة يا عمر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أزيدك مكان ما رعتك يعني أنا أرعبتك أو خوفتك قال أضرب عنقه قال يا عمر لم يكن من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه إلا اثنتين لم أخبرهما منه يعني ما عرفتهم هذا ولا يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما فقد اختبرتهما يعني عرفتهم فأشهدك يا عمر أني قد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله تعالى عليه وسلم وأشهدك أن شطر مالي فإني أكثرها ما لن صدق على أمة محمد قال عمر أو على بعضهم فإنك لا تسعهم قلت أو على بعضهم فرجع عمر وزيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال زيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وآمن به وصدقه وتابعه وشهد معه مشاهد كثيرة ثم توفي في غزوة تبوك مقبلا غير متبر رحمه الله تعالى ورضي عنه حبتي في الله كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس حلما ومواقف في ذلك كثيرا فمن ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث به هريرة رضي الله عنه أنه قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ياتقاضاه فأغلظاه فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق ما قال ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال أعطوه فإن من خيركم أحسنكم قضاء وفي الحديث دليل على حسن خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم وحلمه وقوة صبره على الجفاء مع القدرة على الانتقام ومنها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثر بها حاشية البرد من شدة جبذته فمقالها محمد مر لي مما لله الذي عندك فالتفت إليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء قال ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث بيان حلمه صلى الله عليه وسلم وصبره على الأذى في النفس والمال والتجاوز على جفاء من يريد تآلفه على الإسلام وليتأسى به الولاة بعده في خلقه الجميل من الصفح والإغضاء والدفع بالتي هي أحسن وقال القرط برحمه الله وهذا الحديث يدل على ما وصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه على خلق عظيم وأنه رؤوف رحيم فإن هذا الجفاء العظيم الذي صدر من هذا الأعراب لا يصبر عليه ولا يحلم عنه مع القدرة عليه إلا مثله ثم بعد ذلك يضحك صلى الله عليه وسلم عند هذه الجفدة الشديدة التي انشق البرد عنها وتأثر عنقه الشريف صلى الله عليه وسلم بسببها حتى انفلت عن وجهه ورجع إلى نحر الأعرابي دليل على أن الذي تم له من مقام الصبر والحلم ما تم لأحد سبحان الله العظيم ومنها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذا عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما رد عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ومنها ما رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث ابن الخزرج وذاك قبل وقعت بدر حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدت الأوثان واليهود فيهم عبد الله بن أبي وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس أو غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أبن أبي عفوا أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم وقف فنزل فدعهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذن في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فقصص عليه يعني أنت ليش جاءت تحتي معنا روحا تقعد في مكانك وإذا واحد يريد يسمع رح يجع لك زين فمن جاءك منا فقصص عليه فقال عبد الله بن رواحة أغشنا في مجالسنا فإن نحب ذلك قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا فلم يزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخفضهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال أعف عنه يا رسول الله واصفح فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة لما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تتذكرون لما حكينا بالسيرة قلنا بأنه كان عبد الله بن أبي أبي بن سلول وصل إلى مرحلة التتويج كان راح يتوجو ملكا وجاء الإسلام إلى المدينة فظل هذا في نفس عبد الله بن أبي فعفى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وما فعل وكان متكلم ومر معانا بالسيرة كثير من المواقف اللي سواها ومنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأصله في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال صلى الله عليه وآله وسلم محاربا خصفا بنخل فرأوا من المسلمين غرى فجاء رجل منهم يقال له غورث ابن الحارث حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف فقال من يمنعك مني؟ قال الله فسقط السيف من يده قال فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يمنعك مني قال كن خير آخذ هذا من غورث قال للرسول عليه وسلم قال كن خير آخذ فقال أتشهد أن لا إله إلا الله قال لا ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله قال فذهب إلى أصحابه وقال جئتكم من عند خير الناس هذه الحديث أحبة الأكارم تدل على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الحلم والصفح في الدعوة إلى الله والصبر على ذلك وهذا مصداق قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والأمثلة كثيرة في حلمه صلى الله عليه وسلم وما ذكرته أحبة الأكارم هذا غيظ من فيض وقليل من كثير ولمن أراد الاستزادة تقدر أن تكتب مثلا في الجوجل مثلا تكتب أنه حلم النبي صلى الله عليه وسلم ستطلع لك الأشرات بل المئات من الأحاديث في هذا السياق والآن أحبة الأكارم ننتقل إلى خلق آخر من أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهي شجاعته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس من شجاعته أن الصحابة الكرام كان الشجاع عندهم في المعركة هو أقربهم للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه كان أقربهم للعدو علي بن بي طالب كان يقول رضي الله عنه كان إذا أحمر البأس ولقي القوم القوم لذنى برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عمران بن حسين ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول من يضرب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف في القتال بأنه شديد البطش في يوم حنين عندما انكشف المسلمون وقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمام جيش الكفار وحده أمام عشرة آلاف مقاتل ونزل عن بغلته وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا بن عبد المطلب حتى تجمع المسلمون مرة أخرى وكتب لهم النصر أحبة الأكارم الشجعة من أكرم الخصال التي يتصف بها الرجال فهي عنوان القوة وعليها مدار إعزاز الأمة والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف فالشجاع الصفة لا يتحلى بها إلا الأقوياء الذين لا يأبهون الخوف ولا يجعلون الخور والضعف ديدنهم لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشجع الناس فقد فرت منه جيوش الأعداء وقادة الكفر في كثير من المواجهات الحاسمة بل كان يتصدر صلى الله عليه وآله وسلم المواقف والمصاعب بقلب ثابت وإيمان راسخ يؤكد أنس بن مالك رضي الله عنه ذلك بما حصل لأهل المدينة يوما حينما فزعوا من صوت عالي فأراد الناس أن يعرفوا سبب الصوت وبينما هم كذلك إذ أقبل عليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فرس رافعا سيفه قائلا لهم لم تراعوا يعني ليش خايفين أي لا تخافوا لا تفزعوا رواه البخاري هذا الموقف يبين شجاعته صلى الله عليه وآله وسلم حيث خرج قبل الناس لمعرفة الأمر وليطمئنهم ويهدئ من روعهم ويؤيد ما سبق موقفه صلى الله عليه وآله وسلم حينما تآمر كفار قريش على قتله وأعد القوة والرجال لذلك حتى أحاط بمنزله قرابة خمسين رجل فثبت عندها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصبه الخوف بل نام ولم يهتم بشأنهم ثم خرج عليهم في منتصف الليل بشجاعة وقوة حاثيا التراب على وجوههم ماضيا في طريقه مخلفا عاليا رضي الله عنه مكانه ويجلس صلى الله عليه وآله وسلم في الغار مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه والمشركون حول الغار وهو يقول يا بي بكر يا بشجاعة بشجاعة الواثق بحفظ الله لا تحزن إن الله معنا وصارع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة ركانة المعروف بقوته وشدته في القتال فصرعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغلبه فأي شجاعة وقوة كان يمتلكها عليه الصلاة والسلام وذات مرة استظل عليه الصلاة والسلام تحت ظل شجر لينام القيلولة القائلة وكانوا متعبا من أثر إحدى الغزوات وقد علق سيفه على وصن الشجر وبينما هو كذلك إذا أقبل عليه أحد المشركين آخذ بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له من يمنعك مني كما مر معنا فأجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إجابة الأبطال من غير تخوف الله ثم قام وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف بشجاعة وقوة وقال للمشرك من يمنعك مني فأجاب المشرك قال كن خير آخر وأما عن شجاعته وإقدامه في الغزوات والحروب فقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا حمي الوطيس واشتد البأس يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أصاب الصحابة يوم حنين من الأذى والهزيمة ما أصابهم فر بعضهم من أرض المعركة وتعرفون أنت اللي حدث واللي يريد الاستزادة روحوا شوفوا معركة حنين ماذا حدث بالتفصيل في حلقات السيرة النبوية أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب في يوم أحد يوم أن خالف الرماء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيطر المشركون على زمام المعركة لم يتزحزح النبي صلى الله عليه وسلم من موقفه بل وقف موقف القائد القوي الشجاع والصحابة من حوله يتساقطون وحوصر صلى الله عليه وسلم من قبل المشركين ولم يكن حوله إلا القلة من الصحابة يدافعون عنه وبرز منهم سعد بن نبي وقاص رضي الله عنه حينما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فناوله النبال وقال له ارم يا سعد في ذاك أبي وأمي ثم إن قوة النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته لم تكن في غير محلها فهذه أمنا عائشة رضي الله عنها تقول ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله عز وجل صلى الله عليه وآله وسلم رواه مسلم وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله عز وجل فينتقم لله عز وجل فقد كانت مواقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم مضرب المثل ومحط النظر فهو شجاع في موطن الشجاعة قوي في موطن القوة رحيم رفيق في موطن الرفق فصلوات ربي وسلامه عليه أخيرا في هذه الفقرة فقرة الشجاعة أقول أحبتي يكفي المؤمن الشجاع شرفا أن الله يحبه فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير ويكفي الجبان مذمى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيرا ما يتعوذ من هذه الصفة الجبن فقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دعوات لا يدعهن ومنها اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجمن وغلبة الرجال رواه البخاري إذن أخذت أنا صفتين أو خلقين من أخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحلم والشجاعة وأقف هنا أحبة الأكارم ورح أكمل معاكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة رح نتناول موضوع السخاء كرمه جوده سخائه ونكمل بعض ذلك يعني الأخلاق الأخرى بإذن الله عز وجل ضمن هذا الموضوع اللي هو خلقه العظيم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم استودعكم الله الذي لا تضع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته